اشتركوا في القناة وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور رح ينكث فيها القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة ودقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء ثلاثة اربعة طبعا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الساعة اتناعش ظهر بعدها بنتقل القمر وبصير في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا بما أن القمر بده ينتقل يعني بعد ساعات بسيطة من بث الحلقة للثور فرح نحكي عن تواجد القمر بالثور وتوقعاتنا على أنه بالثور فبما أن القمر رح يكون موجود في هذا البرج معناته التأثير رح يكون على جميع الأبراج أنه نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت منتع بالبيت مثل مسؤوليات عائلية أو لقاء العائلة أو تواصل مناسبات عائلية أو مشاهد تلفاز مثلا أو قراءة رواية معينة طبعا بالنسبة للقمر رح يشكل اليوم زواية زاويتين في ساعات الظهر أول زاوية رح تكون اقتران سلبي رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة و 17 دقيقة بعد الظهر ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و 29 دقيقة مساء وطبعا هاي تأثيرها الزاوية أنه من واجه مصاعب وعرقيل تطلب مننا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض الشجاع اللازمي لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية البطيئة طبعا اللي إلها تأثير تقريبا يعني أسبوع ورح تستمر بتأثيرها لأسبوع قادم هي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي رح تتشكل ذروتها في تمام الساعة 11 وثمان دقائق مساء بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة والتأثير والقيادي طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم رح يكون بما أن القمر موجود في الثور الخلو المسار القادم يعني انتقال قبل الانتقال للقمر لبرج الجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 14.04 بيبدأ في تمام الساعة 11 و59 دقيقة مساء يعني منتصف الليل بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي ليوم الخميس حتى تمام الساعة 36 و34 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 4 دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19.04 سعيد بنسبة 100% القمر في الثورة حتى يوم 15.04 منتحس بنسبة 30% عطارد في الحمل حتى يوم 19.04 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 14.04 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23.04 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20.08 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا معاطفيا ما تضيع الفرصة بوظف طاقتك الذهنية والبناء بالنسبة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوع في منك ورح يهتم ببعض المسائل الاستشفائية كمصاريف او مراجعات طبية برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع احد منافستك اطوي صفحة الماضي اليوم بترتفع المعنويات مجددا مو بتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية يعني تعتبر هاي من افضل الفترات خلال هذا الشهر فحاول انك تستغلها يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم بيسود الهدو والملل وبتراوح اعمالكم مكانها وبتخيب اعمالكم لسبب او لاخر لا توقع على عقد ولا تحسم امر فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها نهائيا برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بتفرح بانتصار مهني او اجتماعي ولكن حاول انك انت تدير بالك على صحتك برج الاسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه تحمل هاي الفترة ضغوط على عدة اصعدة وممكن تكون شوية ايام متوترة وممكن تنتظرك مواجهة او ارتباط مهم بيسبب لك نوع من انواع التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما في منكو يا بيفكر بالسفر يا اما بيرتب امور الها علاقة بالسفر برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد اهمش انك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة حاضروا من تأزيم اي خلافات عشان يكون كلامكم واضح حاولوا انه تكونوا هاديين وخصوصا من اي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلاحق الاتصالات وتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك ممكن الفترة هاي تحمل بعض الانشغالات الصحية برج الجدي بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ومارسة نشاط فني اهمش انكم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انتوا على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اتجنب الانتقاد وسعى لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو تقدروا تعززوا الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الاجواء ضاغطة والمسئوليات كبيرة ممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بيجوز في الفشل الفترة هاي برضو بتحمل بعض المصاريف المنزلية برج الحوت بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر القصير والاتصالات واليوم هذا مناسب للخروج بنزهة قصيرة يكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار وبتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهم اشي انك ما تسكت حاول انك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفادي للإهمال او للتقصير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء